طيب كمان يعني عايزة اعرف رأيك ايه في التشكيل اللي بدأ بيه كوتش اوسوريو وكان طبعا يعني مكون من حراسة المرمى محمد عواد خط الدفاع احمد فتوح ومحمود علاء وحسام عبد الميجيد ومحمد عبد الغني خط الوسط نبيل عماد دونجا عمر جابر احمد سيد زيزو خط الهجوم ابراهيم انداي وسيف الدين الجذيري ومصطفى شلبي شفت التشكيل ازاي طيب اولا بس قبل ما نتكلم مع التشكيل حابب اوضح بس نقطة صغيرة ان الناس في انقسام على ميستر اوسوريو في من يبالغ في الهجوم عليه وفي من يبالغ في دايما الدفاع عنه فانا دايما اشوف ان من الحكمة ان انت تجوزن الامور بشكل جيد وتقول ايجابياته الراجل وسلبياته الراجل طبعا فيه تطور لبعض اللعيبة مع ميستر اوسوريو فيه لعيبة ابتدت تكتسب النضج الكارو في الملعب شفنا مثلا الفترة الاخيرة رؤى من ضمن اللعبة اللي بتساهم في الضبط اقاع اللعب مع الفريق رغم انه كان في فترة ومفترة كان بيقلاق انتخاذات كبيرة جدا من الجمهور والاعلام ده طبعا يحسب للمدير الفني شفنا دور فوتوح الجديد مع الفريق دي بردك بصمة للمدير الفني شفنا تطور مصطفى شالبي ده بصمة للمدير الفني شفنا القوة الهجومية لنادي الزمالك اللي افتقادها في كتير من الاوقات بسكواد انت مقدرتش تعمله تدعمات وفيه بعض القصور دي تحسب للمدير الفني لكن هل معنى كده ان الرجل بيل اخطاء لا طبعا فيه اخطاء وفيه مشاكل بس انا اللي عايز اقوله لا نبالغ في الهجوم على الرجل والبعض برضك لا يهاجم في الدفاع عنه لا يبالغ في الدفاع عنه مهما كان وجود بعض السلبية لو هنقول نتكلم عن التشكيل التشكيل انا شايفه يعني هو كان بيلعب بطريقة اقرب الى 3-2 فالسلاسل الخلفي حسام عبد المجيد ومحمود علاء وعبد الغني كان السلاسل بيلعبوا بالخلف لكن هو ده سبب مساكل بعض الشيء في حاجة تانية خالص فيه لعيبة بالجيد يعني حسام عبد المجيد ومحمود علاء لعيبة اصحاب اطوال فوانت بتلعب متأخر شوية فاع متأخر فبيقدروا يتعاملوا مع الكرات العالية بشكل جيد جدا لكن وانت بتلعب دفاع متقدم بيمتلكوش السراعات العالية اللي يقدر يجاري بيها المنافس وده واضح بالذات الشوت التاني المنزل المسلوسي والزيناري الاكثر سرعة والاكثر مرونة ابتدى يحصل انضباط لخط الضهر فدي هي بعض المنحوظات الفنية الصغيرة لكن الراجل ابتدى يقرأ الاشياء دي وابتدى يعالج في الشوت التاني طبعا فتوح وانضمامه في وسط الملعب مع دونجا رغم ان بعض الناس بتشوف ان فتوح ما بيطلعش قمة ابداعه في هذا المركز لكن الراجل بيحاول يعالج القصور انه ما عندكش العيب مص ملعب يمتلك القدرة على الخروج بالكرة بشكل سلس يمتلك المهارة الفنية الوقوف على الكرة والتحكم في الريت فعوض ده بيلعي بيمتلك ده حتى لو مش هقدي 100% من المطلوب مني في هذا المكان فانت في المجمل هتدي اضافة للمكان ده عشان كده بعض اللاعبين اما بيشتكي انه مش متأقلم او في مكان معين نقول له شوف مجموع شكل ادعك على الفرقة بشكل عام مش بس انت مرتاح في المكان ده او مش مرتاح طبعا النحي الهجومية كان عمر جابر بيساند الجبهة اليسرى وكان زيزو بيساند الجبهة اليمنى دولا من الممرات الداخلية وكان نضاي في الجبهة اليمنى دايما تحس كأنه مهاجم عكسي يعني احنا كان معظم اللاعب بيتبني نحي الشمال من نحي مصطفى شلبي وكان دايما النضاي بيضم مهاجم تاني مع الجزيرة فهو حاول يخلق حالة من الكسافة الهجومية كنا دايما منشوف زيزو بيكمل عمر جابر بيكمل لدرجة ان الشوت الاول لو لاحظنا ان معظم الفرص اللي جات لنادي الزمالك كان عن طريق عمر جابر وزيزو ده نتيجة التكملة فكان رجل بيشتغل على الكسافة الهجومية لكن حققت بعض المشاكل في الكور اللي فيها تحول هجوم للمنافس او زيما بنقول للهجمات المرتدة لان ضغط الزمالك العالي ما كانش بالقوة اوي فمجرد ان المفرير المنافس يلعب كرة عالية وانت بتلعب بخط الزمالك متقدم ومعندوه سرعات كبيرة فكان بيحصل لك مشاكل فيها كتير جدا وهو دي اللي زي ما احنا وضحنا ان ابتدأ تداركها في الشوت التاني لكن برضا من الاشياء اللي احنا حابين نتكلم فيها المبادرة القوية يعني انا محتاجة اكون شارس اكتر يعني الزمالك من زمان كنا نشوف اول ربع ساعة ضغط قوي جدا وفرصة والتانية واخلص الجيم من بدري عشان استريح لكن اضاعة الفرص بتدي مجال للمنافس ان يخش معك الجيم فيعني اتمنى ان نعمل على القصة اللي بشكل اكبر ان انت تحاول تحصل المباررة من بدري تكون انت دايما الفعل مش رد الفعل لكن هي برضا كسمة الفريق الكبير التعامل مع سيناريات المباررة المختلفة والقدرة على العودة يعني في بعض السنين الماضية كان الزمالك عنده مشكلة انه فيه صعوبة شوية في العودة بالنتيجة لو كان الزمالك متأخذ لكن شايفينه اكتسب شخصية الفرق الكبير في كيفية العودة امام المنافس بعد التأخذ وبالعكس بظروف صعبة زي طرد وفيه اجواء متوتر ودي حاجة تحسب للمدير الفني والشخصية الفريق بشكل عام من الحاجات اللي بننوى عليها وماش عايزين نتغافل عنها ان طرد عواد ما يخفلش ان هو عواد من افضل اللعيبة اللي قدت بصورة جيدة جدا نشوط الاول واضح جدا ان هو بفورما جيدة